بغداد اللجوم كتير الجمهور راح لك انت فالغيرة حصلت فالناس بقى اتخضت لا لا اهو ما يقدرش اقول كده يعني احنا بنقول احنا بنحل لا هو كل الحكاية انه كان مسلسل لا اله ايضا الله بيوزاع ولسه خلصان عندهم وهم منبهرين بي وحبينه جدا فجوم يشوفوا اخنتون ده لدرجة انه ناس كتيرة منهم كانت بتسألني اخنتون انت اسمك ايه هلاقيت الشخصية معهم بقى اه يعني مش عارفين اسم الفنان انهم عارفين اسم الشخصية العمل بتاعه ده لفت نظري الى اهمية هذا الجهاز اللي كان صندوق اسود كبير زمان ودلوقتي اصبح شاشة مسطحة هذا الجهاز خطير ولوه تأثير كبير جدا على الناس انا بقى بالنسبة لي تعلقي وارتباطي بالفن عموما لانه انا امنت من زمان انه الفن هو احد الادوات التي يمكن ان تخدم المجتمع والناس والتنمية والمستقبل فعندك اهداف ومثاليات احبطها الواقع احبط عموما التلفزيون الورق شديد التأثير وعشان كده حداك ندمت على اعمال اللي انت قدمتها في السينما حسيت ان مش دي الايمة والرسالة اللي انت عايز تعمل ده صحيح وخصوصا انه في الوقت ده انا يعني في الوقت ده الحمد لله كان يعني بيجيني خمسين في المية من الاعمال اللي موجودة في السينما في السوق كان عدد كبير جدا من الاعمال اللي بتعرض علي تحول الى ما يسمى بافلام المقاولات في الوقت ده ظهرت عادت فترة كبيرة هوجة افلام المقاولات افلام رخيصة لوبادجت فنيا مستوى يعني ربيع وانت ما تقدرش تعمل ده الحقيقة عملته عملته بس اكيد مش كثير لا عمل وندم لا انا عملت سينما كتير خمسة وعشرين فيلم ومعظمهم اي افلام لا 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 خالص ده هم تلت افلام طيب هم تلت افلام من افلام من قولاتي يا تلت افلام بس اللي انت بتندم عليهم تمام وقررت تعتزل وقلت مش هعمل كده تاني مش هعمل كده تاني حتى لو هقعد يعني في البيت مش لاي اكل واشرب انت قررت بعد تلت افلام ان مش ده المستوى اللي انت عايزه ومش ده السينما اللي انت قدمتها ولا اللي انت بتحلم بيها ولا الرسالة ولا المثاليات ولا الثقافة ولا الخطة التنورية اللي لمفردت كل الفن افلام رديئة افلام 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 اف